اولا كنا كنا نقولو هاد الحكومة غسنة فالسياسي ووجوه سياسية هذا كان الانتقاط الكبير على الله. هنا اجبنا البواريا وهنا وزر الفلاحة الجديد. ابن وزارة الفلاحة دوز في العمر. رئيس الهيئة دي المهندسين التجمعيين. بناء منظمة هزبية موازية بمجهود شخصية وبالنضال وبالكفاح وهذا. الاحسن السعدي. هذا شاب محجمعه. صعيب اللي اعرفي كنك يعرف تردد من اسرة متواضعة. ما عنده مقاولة. ما عنده فلوس. اذا التحق بالتنظيم الشبابي ودخول في الكدام وعفريت وكيشتغل ومناضيل وتعلميه ضر و الى اخير. اجبنا شكون اخر كريم زيدان. نهار اللي ديرنا الجهات 13 في الحزب كانوا الناس كده حكوا علينا علشان ديروا دي الجهات 13. الجهات 13 هي تنظيم داخل الحزب فيه. هو ممكن مسؤول داخل التنظيم على المانيا. ومهندس كبير كان في شركة كبرى. هذا محمد سعد برادة اللي طرح المشاكل. كان عضل مكتب السياسي للحزب. وكان رئيس لجنال الوطنية للانتخابات. وهذا النواب اللي مولع طحوم ديسكية. ثانيا عنده اولا مهندس كبير. من مدرسة القناطر. رجل اعماله صناعي ناجح. هنا ما عنا تعقدة مع رجال الاعمال. والعكس نرحب برجال الاعمال. وبالطلبة وبالفقرة وبالضعفة. هاد الحزب مرآة المغرب. مرآة المغرب. انا تكن تأسف انه في شي تنظيم يساري متطرف شي حد قال الاسسادية كلاما لا يليق. يعيره بفقرية. احنا مفتخرين ان في هذا الحزب كان بيتس من بيت بابران كين الحسد كين كده. صحيح الحزب ان يرأسه رجل اعمال كبير ليوسي عزيزة خنوش. صحيح ان في الحزب رجال اعمال كبار. بلاكس نحن نسعى الى استقطاب الكفاءات الاقتصادية المقاولاتية بجل الفعل السياسي. هذا اللي طرح تبع تضارب المصالح سي محمد اوجار. وجود رجال اعمال في العمل السياسي. الا يطاح اشكال تضارب المصالح. نهائيا. نهائيا لانه القانون صارم. كرامب رجل اعمال. في ايطاليا. عدد من الدول في العالم في هذه المغرب يجب ان يخرج من ثقافة الشعبويات. ثقافة السياسة ليست رديث الفقر. انا اللي كنت اتكلم معكم ما عندي مقاولة ما عندي شركة. وتنقل بكل مسئولية بكل مسئولية انه اللي نجح في زفير اللي نجح بنا. نحن نرحب به. كما نرحبه بالمناضلين. بالمكافحين. بالعلماء. بالفقعاء. بالنساء. وبالرجال. دليل اليوم. علش ممكن تدروش على كريم زيدان. كريم زيدان. شاب مغربي شقرا كافح خدم رباح ورجع البلد. بواري مهندس مغربي. تخرج هنا. وتكافح الادارة المغربية. درجة 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 درجة. الان اصبح وزيرا. الاحسن. بيتس. وكثيرون. انا كنت حكومة تنوب اصغر وزير. وحقيقة كنت موضوع ترحيب حتى من الاحزاب المعارضة. فاليوم انا كنت استغرب كيف? كيف. ان الشباب لا يعجبهم الحل. الحزب يعطيه نموذج في دمقراطة الولوجة الى المؤسسة. هذا كريم زيدان ما كنت يعرفه. هذا الحسن السعلي ما كنت يعرفه. كان يمرسل مهنانة بيلا. يدرسه كده. وجاء ودخل في العمل السياسي. هذا البواري ما كنت يعرفه. يعرفوه لانه رجل لامع وكان في المديرية الماء وخدم. وجاء وبنتنظيم وبنى كده الى اخير. فتانيا انه الانسان يكون يقول لي هذا الرائز للكم ما كيخلص الدرائب. كيسرق الملعب وانتفق معك. نحن مع المقاولة المواطنة النظيفة اللي كتشغل الناس. كتخلص الدرائب دلها. وعند المسؤولية الاجتماعية لك تحتاج. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس. اشتركوا في القناة.